ما أنا فاكر كانت لطة تخطى 250 ألف جنيه في الموصف هده هتجيب بقى لعيبة ولا لبس ولا هتدير مباريات ولا رواح موضوع كبير يعني لكن لما سعدنا وجه جيل من المحترمين والقادر بتاعنا في الانبي طبعا بقادة مهندس سامح فاحمي ربنا ديه الصحة مرورا بالمهندس فخر عيد مهندس منتحد حتات أسماء كبيرة وعملاقة مجد نجاتي أسماء الحقيقة يعني مش عايز أنسى حد مهندس خالد الحديدي كلها أسماء كانت كبيرة جدا أضافت للنادي وعقلية المهندسين في انبي عقلية نادي قائمة على فلسفة السادة المهندسين النجحين جدا في المشروعات وبيتخطفهم كل الجهات عشان تاخد مهندس كبير منهم كده طركت أثر في أنهم ما عايزين يعملوا المشروع ده بنفس النهم أنك أنت بتشغل بحاجة ألية ما فيهاش وساطة ما فيهاش قلب ما فيهاش ابن فلان العاطفة يعني فكان من الناس اللي بادروا العمل معايا كابتن عبد ناصر محمد وده من القيادات الكبيرة اللي اشتغلنا مع بعض في بداية العمل نجحنا النادي كبير أو اشتغلنا فيه مدارب عام وانا مدارب مساعد ليه وبعند هو تحول لمدير إداري وهكذا الفترة دي في انبي المسؤولين بتوعنا كنا كل ما بنقول حاجة وبننفسها بيلاقوها على أرض الواقع يعني يعني عايزين نعمل كذا 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 حتى نطلع درجة أولا يقول لك نفذ يلاقيك طلع فخلاص هو بقى عنده ثقة يعني وصل بيها الحال في وقت من القات كان عندنا رئيس نادي المعنس فاق العيد يعني كلمة قولة لطيفة بسترجحها وبتمنى له يكون في صحة وصعادة يعني يا رب يعني بقول أي حاجة من محمدين يقولها أو يعملها خدوه على طول سنة ما جبت عمر الزاك في مسم 2002-2003 بناشن عليه كان جاي كم سنة؟ 18 18 سنة لكن احنا كنا شغالين فيه من 2003 عمر موليد 83 فكنا بنتابعه أيام ما كان بيلعب في المنصورة ناشئين وشباب المنصورة كان لها باع كبير أو في دول الناشئين فكلا ما بتعمل منتخبات بحري اللي هي المنتخبات المؤهلة لانك تعمل منتخب مصر الأول فانا كنت واروح بدل أبص على الحاجات دي منتخبات شمال الصعيد منتخبات جنوب الصعيد منتخبات بحري منتخبات شرق القناة فكنت بتستكشف اللعيبة الصغيرة اللي جاي على اتراك بدل لما رحنا قولنا عايزين عمر زكي وده هيبقى مهاجم بتاع مصر في المراحل الجاية الراجل ما تأخرش قال لك هتوه لما جينا نشتغل فيه كان بيتراوح ما بين ربو متل خمسمائة ألف مبلغ الشرق بتاعه لكن مع صراعات الأهلي ودخول الكابت الخطيب في حينه وكان هو عدوا لجنة الكرة اللي بيباشر الصفقات والحاجات دي عمر عيلي وبالتالي نادي المنصورة من كتر الرغي عليه بدأ يلعبه في الدورة المتاسفة زاد فاجبناه بمليون فاتسألت سؤال مباشر زاد اللي هو يعني أكتر من الضعفة بشوية كانش فيه حد كان عندنا رضا أبعال آخر مبلغ 625 ألف في التقالة الأهل والزمالك ومصر ما عادتش ولا قاعدت بعد كان فازاي انت هتدفع مليون جنيف لعيب رقم كان أول مرة يحصل في الساحة فالوزير تسأل سؤال مباشر هو يساوي المبلغ ده قلناه راح يمكن نبيعه بعد السنة بعشرة مليون وقت كان فاجبناه في نص مسم 2004-2005 لعب معنا سنة ونص عمر وتم بيعه كان جاله عرضه من جلتانة وجاله عرضه من لوموتو موسكو وهو أصر يطلع عشان المتبوع كان ماد كبيره كمان فأسود أقول المناخ علمك إنك تشتغل حرفين جدا محدش بيساومك أو يقولك لأ أو أو طالما أنت مستمر بتحقق النجاحات دي يعني عملنا فريق من الدرجة التانية تكلفته كلها ما تعدتش كونسومية ألف إزاي بتعمله فريق بهذه التكلفة الصغيرة وبيحقق نجاحات كبيرة يعني بتشتغلوا إزاي إيه الألية كابتن إمام هذا جزبط حتة مهمة قوي الألية إحنا بنتخدها بقى معيار عمل معيار عمل أنا عايز أحقق حاجة كان الكلام ده في بداية 98-99 فأنت لازم تستهدف مرحلة سنية معينة يعني أنا عايز أجيب لعيب في سن 22-23 سنة عشان يوصل لمرحلة السعود في سن 25-26 أستمر بيوم خمس ست سنين فإحنا ساعتها كنا زي ما أنا قلت لحدك بدنا طررنا إخما بين الدور السعود فتسألنا سؤال هو إحنا ليه بني ننزلهم لطلعهم القصة فلوس طب بيزنس فيه بنيس في 300-1252 بتقول ديني مليون جنيه ونصعد دوري ممكن وقد كان فلا خلاص معك مليون جنيه وتعامل على هذا المنطق وكمان 10% أوفر فوق كلام فبدأنا أنت بتلعب قداما ده كبير قوي فراحنا جبنا ساعتها عادل فتحي نجم الكرة المشهور ده جبته ب6000 جنيه هاني عبدالله ب5000 جنيه سيد عبدالعيم بعشرة كان أغلى لعيف في وقته عبد حميد حسن وحمد يوسف لو تتذكر الأسماء دي طبعا دول الواحدين اللي جم بمبلغ 25 قال لكن الباقي كله يعني ما بين إنه هو بيجي بعشرة أو بخمسة وإنت بتديره في الأيام دي 10-15 ألف جنيه لأنه كان الفئة الأعلى في مصر اللي هو النموذج عندنا الأهلي فالأهلي كان 50 ألف جنيه سقفة عقودات فلما ييجي يلعب في درجة تانية في قبل بـ 15-20 ألف درجة رقم وبالتالي لما عملنا الفرقة دي كانت برضو فيها أنا شاء الرد على سؤال هذا كان فيها كلهم مواريد 75-76 فأنت بتتكلم في سن 22-23 سنة في مرحلة 98-99 اللي بدأنا نعمل في المشروع إن انتوا تسعدوا للممتاز وتقال كده هتشتغلوا ثلاث سنين مهندس سعيد الصرفي رئيسي لو ما حقتوش النجاح هديكوا ثلاث سنين فرصة لو النادي ما سعطش فيها هنحول الأموال دي لخدمة المهندسين للمصايف والرحلات والأخرى وشكرا مش عايزين كورا ففي أول سنة بعد ما كنا ترتبنا الـ 16 في الدوري نفسنا طلع بلدية المحل لا تلقى الترسانة تاني سنة احنا طلعنا احنا وبلدية المحل وحرص الحدود لو تتذكر سنة 2002 فعملنا المشروع اللي أنا بقول لك عليه ده والفرقة دي استمرت لغاية 2007-2008 لما بدأت تنهار شوية وبدأنا نجددها بأسماء أخرى في توقيت قدوم تسوبل وكابتن علي عبصر طيب اللعيبة بتختارهم ازاي يعني هنا بقى اختيار اللعيبة انت قلتلي المعايير ان احنا عايزين مرحلة معينة سن معين فبصين انه في خلال ثلاث سنين هنعمل ايه اللعيب اللي هو الموهبة اللي تختفق وتقول ده هيفدني في الفكرة اللي أنا عايز اشتغل عليها اه هو أنا من الناس اللي بحب الموهبة او المهارة او الفنية وكنت شغوف قوي بالمستوى بتاع فرنسا البرازيل اه